اشتركوا في القناة منزل المزرعة كما يسمونه يعني منزل مشهور بهذا الاسم منزل المزرعة مهم اخوتي في هذا الفيديو ان شاء الله يعني خدع اسطورية وستراتيجيات سوف تفيدكم كثيرا في اللاعب يعني استراتيجيات خرافية لكن قبل يا شباب قبل مشاهدة الفيديو اتمنى انت ولانت اذا كنت جديد في القناة اشترك وفعل ذلك الجرس من اجل ان توصل بجديد الخدع وجديد استراتيجيات ان شاء الله ومن سوش التراري تفرج حتى الاخر الى عجبك الفيديو غدير ثلاثة ديال الحويس اول حاجة غدير لايك الفيديو الى عجبك دير لايك وما تنساش بارتاجي والتعليقات دير لي غي خمسة تعليقات اخويا الى عجبك الفيديو دير غي خمسة تعليقات شي حاجة سيطة وما تنسوش اللايكات من وصل الفيديو ان شاء الله للتلتيالاف لايكات دراري شي حاجة سهلة وبلما نطول عليكم بثاف نمشول اول خدعة او اول استراتيجية غير ندود دراري بطرق الاقتحام او طرق مداهمة هذه المنازل وننتقل الى الطرق حماية نفسك في هذا المنازل مهم طريقة دخول هذا المنزل بدون ان يرك العدو كل ما ستحتاج هو ثلاث تلجاج بدون دراجة فقط في مكان دراجة سوف يكون هناك صديق ديالك وتصعد بهذه الطريقة الخرافة تضع ثلاث تلجاج بهذه الطريقة فالطرق تختلف مهم هو ان تضع ثلاث تلجاج وانت في هذا المنزل وسوف تداهم العدو بشكل مفاجئ لن يعرف العدو كيف صعدت الى هذا المنزل يمكنك عمل خدع من هذه النافذة أو النافذة الأخرى كما تريدون أن تحر في اختيار طريقة الدخول إلى هذا المنزل وننتقي طريقة خرافي كذلك للصعود أو دخول هذا المنزل ومبغاية العدو ونبسك الخرافي تضع تلجأ في هذا المكان الأسطوري ثم تتوجه إلى اللونش باد طريقة سهلة سهلة يعني إيزي سهلة بسهل يعني تقوم بتوجيه فوق التلجأ مباسرة فوق التلجأ يعني تنطريق فوق التلجأ يعني خدعة أسطورية وسريعة جدا كما ترونها أنت داخل المنزل بشكل خرافي وبشكل أسطوري العدو سيتفاجئ يعني كيف وصلت إلى ذلك المكان يمكنك أيضا يعني عمل هذه الخدعة من الجهتين يعني من هذه الجهة أو من الجهة الأخرى فالطريقة نفسها والطريقة سهلة جدا مهم أصدقائي أن هذه الخدعة سوف تفاجئ بها العدو يعني بشكل أسطوري سوف أريكم طريقة من الناحية الأخرى أو من الجهة الأخرى لكي لا يقول البعض يعني من هذه الجهة ليست جيدة أو لا ما يمشي حاجة فالكاية تضع التلجأ في الجهة الأخرى ثم تنطريق أو تتوجه إلى اللونشباد يعني أخذها سهلة جدا يمكنك عملها أنت وأصدقائك يعني لمبغاية العدو في هذا المنزل ثم تنطريق أو تذهب إلى فوق فوق المنزل وتأتي فوق هذه التلجأ تسقط فوق التلجأ يعني أخذها سهلة جدا سوف تفيدكم كثيرا وأنت في المنزل العدو لن يفهم أي شيء أنا متأكد أن العدو ديالك غد يتفاجئه ما غدي يفهم ولو غير قمسوكي أو مصدومي يعني من هذه الخدعة الخرافية سوف تفيدكم كثيرا يا شباب هذه الخدعة أنا متأكد يعني نماذج يعني في بعض الخدعة يعني تعمل في جميع المنازل مثل هذا المنزل فقط أنا هذا المنزل فهو عبارة عن نموذج ننتقل إلى الخدعة التانية أو الطرق التانية في هذا المنزل هذا موجود يعني في بوشي نوك ممكن أنك تستعمل الخدعة كذلك في كلوك تاور عفوا ليس كلوك تاور بغيت نقول كلاش سطواد يعني تستعمله في كلاش سطواد فمثلا العدو يكون في الأعلى وأنت خارج هذا المنزل يغلقون عليهم في التلج مو أنتم معارف اللعب ديالشي وحدين كيف قد يستعليم التلج أنت غدير ليم التلجة في هذه البلاطة وغد تصعد يعني فوق هذا المدل العيب هذه وأنت فوق المنزل ثم تأتي مباصرة فوق التلجة تسقط يعني فوق التلجة وأنت سوف تدخل عليهم يعني بالسكل مفاجئ والسكل أسطوري يعني خدع أكثر من أسطورية هذه ديجة كنت حطيتها لكم ولكن مدام أنني جمعت لكم يعني جميع الخدع الخاصة بهذا المنزل فكان من أفضل أن نحط ليكم اللي ما عارفت غد يعرفه في هذا الفيديو إن شاء الله يعني بعض الخدع ديجة حطيت لكم ولكن فكرة جهت في بالي أنني نجمع لكم جميع الخدع الخاصة بهذا المنزل الآن سببنا ننتقل إلى الطرق تانية وهي حماية نفسك في هذا المنزل أو الاختباء في هذا المنزل من الأعداء يعني بطرق خرافية أولا سوف تحتاج السيارة في الخدعة الأولى تقوم بإدخال السيارة في هذا المكان مهم كتحاول مع السيارة حتى تدخيلها يعني في هذا المكان إلى أعلى مستوى وتفقى نظارا ما هذه الطموبيل حتى تدخل مهم رأيك أتعكس هذا الطموبيل تكون وانساش خاصة شي دفعها مهمة تراري ننتقل أنها حتى تتفك من تماية ونظرها بشوي بشوي مهمة تراري أنتما حتى الآن لا تدخل لايك أخويا تدخل لايك رأيك شيئ ما تنفعني وشيئ ما تفرحني من أن نرى الفيديو وعلى الكثير من اللايكات لذلك الأكتم هتم بأس لايك مهمة أخويا تدخل الطموبيل ستسعد من هذه الطموبيل يعني لا تستطيع أن تدخل بشكل عادي لكن ستقوم بتفجير السيارة في هذا المكان وسوف تلاحظ يعني المفازة الأسطورية هو أنك لن تقدر الخروج من هذا المكان وليس المهمة الخروج يعني أنت تقدر تخرج يعني من أماكن أخرى لكن العدو يا صديقي لن يستطيع الدخول إليك إلى هذا المكان يعني مهما حاولي يعني التي أريتكم إياها عن طريق الصعود إلى هذا المنزل بالتلج فلن يصعد إليك وأنت إذا وجدت يعني شخص عامل هذه الخدعة ممكن أنك تصعد إليه بالخدعة التي أريتكم في الأول يعني هذه الخدعة تفيد كثيرا لا يمكن بتات يعني الخروج من هذا المكان أو من هذا المنزل بهذه الطريقة ولا يمكنك حتى الدخول إليه سوف أريكم ذلك يعني قد تقول يعني دخلت في الأول يمكنك الدخول في الثاني سوف أعيد التجربة يا شباب يعني نعيد التجربة ونحاول الدخول إلى هذا المنزل فقط أخذ عليه سوف فقط في هذا المنزل يا شباب أنا هذا المنزل فقط نموذج لأنه أنتم معارفين من منزل بيك يكون في الزب دي البنادم ما يخليك تثور على خاطر يعني مستحيل هذا الباب دي القموبيل كيتحل ماك التفاجر كيتحل ولو ما تقدرش تطلع هذه الخدعة ما تقدرش تطلع مستحيل أن العدو يطلع عندك هنا وانت في هذا المنزل يعني خدعة سوف تفيدكم كثيرا في اختباء من العدو أو كذلك للعب على أسكار ننتقل إلى الخدعة المولية يا شباب وهي يعني في حالة إذا كان العدو من هذه الجهة أو صعد إليك العدو وليس لديك مكان الاختباء فكل ما عليك هو الانبي طاح ثم توجه إلى هذا المكان وإذا كانت معك قنبولة سوف فتسهل عليك الأمر كثيرا يا صديقي يعني تنتظر حتى يطلع أو يصعد العدو إليك وتطلق عليه قنبولة من هذا المكان يعني لن يعرف كيف قمت بوضع القنبولة أو أنك موجود أو غير موجود يعني في حالة أنت إلي اسمك عدو وصعد هنا فبالسرعة غدت جلد ليس هذي وتختاف هنا هو ما غادش يشوفك وتقدر تقتله بسلاح أو بالقنبول يعني خدعة وارع بسلاح وغدت تنفعكم أدكراري يعني بشكل خرافي والآن يا شباب ننتقل إلى آخر الخدعة أو آخر استراتيجية لهذا المكان يعني طرق وضع الألغام في هذا المنزل فيها كثيرة جدا ولكن أفضل طرق فيها التي سوف أريكم حاليا يعني طرق أو خرافية لوضع الألغام تضع تلجة بهذا السكل سألة جدا وتقوم بالصعود فوق التلجة يعني سبقنا نريتكم هذه الخدعة لابة ثانية مهم شي مشكلة نعود لكم الخدعة حين الموضوع هو منزل الحضيرة أو منزل المزرعة عندما تضع التلجة تضع اللغم فوق التلجة ثم تقوم يعني بكسر التلجة ويبقى اللغم في هذا المكان بشكل أسطوري العدو حتى لو أتى العدو من الأسفل وخيجي العدو ديالك من الأسفل ويبقى ينقز أو ينطم مهم كيف قاير تافع الأعلى والخدعة الثانية هي أنك تضع التلجة في هذا المكان ثم تقفز هناك وتضع اللغم الخاص بك في هذا المكان طرق سهلة جدا يمكنك عملها بشكل سهل جدا وسوف تفيدك كثيرا في اللعب يعني نسبة لعب الخاص بك سوف تتغير مئة بالمئة إذا كنت تستعمل الخدعة أو كنت تشاهد الخدعة التي أقدم لكم يعني بهذا السكل العدو لن ينجو لن ينجو صديقي يعني خدعة أكثر من خرافية لا ينجو العدو أن يقدر يحيد لك اللغم لك أن أريكم كيف وعلى هذا ما ينجو لأنه اللغم لا يوصل هنا هذه الخلاصة للخدعة مهما تترارينت منكم ونعجبكم الخدعة اليوم إذا عجبكم الخدعة لا تنسوا تترارينت بارتاجوا مع أصحابكم الفيديو لا تنسوا لايك وكما تترارينت من خدرة اليوم وكما تترارينت من خدرة اليوم ام対Michael وإن الان